والآن نتحول إلى شأن آخر حيث يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان يرافق عدد من الوزراء ومحافظ أسوان الزميل محمود جاد الكريم ورئيس الإكترا نيوز ينضم إلينا بباشرة من محافظة أسوان محمود أهلا بك وأرحب بك في هذه الجولة الإخبارية مرة أخرى ويبدو أن رئيس الوزراء وصل إلى المحافظة ومرافقوه وصلوا إلى محافظة أسوان وبالفعل قاموا بتفقد عدد من المشروعات لخص لنا وأجمل هذه المشروعات التي تفقدها أو سيتفقدها رئيس الوزراء ومرافقيه في هذه الجولة تحية حضرتك سيد أماما سيد المشاهدين نجدد هذه التحية أيضا نتواجد بمدينة أسوان الجديدة بالفعل سيد أماما كان ذكرت حضرتك أن معالي دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المرافقين له قاموا صباح اليوم في زي تمام الساعة 11 وسلس بإجابات تفقدية للعديد من المشروعات القومية والتنموية الموجودة داخل محافظة أسوان ونحن الآن ننتظر جاد معالي دولة رئيس الوزراء لهذه المنطقة لمدينة أسوان الجديدة التي تشهد حزمة من المشروعات الاستثمارية الكبيرة والجديدة عموما لمزيد من التفاصيل التي تواجد معنا المهندس عبد المنعم ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات المنورنية الجديدة لكي يطلعنا على المزيد على هذه المشروعات برحب حضرتك باش مهندس عبد المنعم على قناة اكسترانيوز يريد حضرتك لو تطلعنا على هذه المشروعات الموجودة هذه المشروعات الواعدة التي تهتم بها القيادة السياسية داخل كمهورة مصنعات أنا السعيد في مدينة أسوان جنوب الصعيد بيكم وبكل أهل أسوان أنا عد المطلب ممدوح مشعب منعم بصلح بس الاسم أنا سعيد اللي موجود معكم النهاردة وفي دولة رئيس الوزراء معه معه لوزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ووزيرة الصحة بيتفقدوا مشروعات تنموية في أسوان في جميع محافظة أسوان من كباري ومستشفيات ومتاحف ومن النهاردة إحنا بخصوص هيئة المجتمعات إحنا النهاردة في مدينة أسوان الجديدة هيتفقد دولة الرئيس مشروع الإسكان الاجتماعي 6700 واحدة إسكان اجتماعي في المدينة عدد لا بأس ما لو ضربنا في توسط الأسرة أربع أفراد يعني حوالي 30 ألف نسمة هيسكنوا الإسكان الاجتماعي في مدينة أسوان فالنهاردة فيه تفقد لهذا المشروع ونفتتح جزء من المشروع إحنا خلصنا تقريبا 6,000 واحدة من 7,600 ففيه جزء من المشروع في تفقده النهاردة واتفقده إن شاء الله هنتفقد تاني الممشى السياحي والكرنيش في مدينة أسوان الجديدة وده خبر سعيد لأهل أسوان طوله الكرنيش حوالي 6 كيلو إحنا شغاليل في 4 كيلو هنتفقد جزء منه من محلات تجارية وممشى سياحي ولاندسكيب ومرسة يعني كل الأنشطة المتنوعة وكفاتريات ومحلات في الممشى السياحي والكرنيش إن شاء الله طبعا المدينة قبل كده فتحنا مدارس النيل فيها فيه مجمع مصالح حكومية هيتم بننهي الوقتي وإن شاء الله نفتحها قريبا إن شاء الله فيه جامعة جنوب الوادي شغالة جامعة الكندية خالة القرار الوزاري وفيه جامعة طلعة في الليل وجامعة الأزهر فكل الأنشطة وكل الاستثمارات مزيد من الترقي والاستحداث في المشروعات التنموية الكبيرة لشعب أسوان إن شاء الله ومازع المسرح الرماني الذي يتم تشهيده الآن ويتم الانتاء منه نهاية هذا العام والذي يتفسع للسلاة الثلاثة من طفالك المسرح هو جزء من الكورنيش والممشا جاري تنفيذه حاليا هيخلص بنهاية العام بياخد 3000 فرض المسرح هيبقى مسرح مكشوف هيبقى حاجة وإضافة على نهر النيل بالجو المثالي والطبيعي والمناظر الطبيعية الموجودة فإن شاء الله يبقى إضافة لمدينة أسوان وشعب أسوان إن شاء الله ومازع منطقة البلاد حيث بدأت المرحلة الأولى من إنشاء 66 بلا النهاردة برضو يبقى في تفقد للفلات بعد الممشا وكورنيش في تفقد ل66 بلا ده مرحلة أولى وفي 63 بلا مرحلة تانية وده نموذج لمجموعة المشاريع التنموية العالية اللي في أسوان فيبقى في تفقد لهم احنا المشروع الأولاني نسبة تنفيذ تقريبا 95% 66 بلا وال63 وصلنا ل60-50% بنهاية العام وفي تفتاحات الرئيس إن شاء الله هتيبقى أول مدينة مجيلة الرابع يجب أن نفتحها إن شاء الله في عهد الرئيس عبدالتح السيس ماذا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل هذه المدينة خاصة أن يبدون ألفين من العملين اللي يزعملون في تلك المشروعات طبعا موضوع بناخد احترازنا في كل المجالات ويمكننا نحن قاقطعم أولاد مشغالين في 40 مدينة جديدة فكل التوجهات لكل المدن بمفاق أسوان هتلاقي كل العمالة لكمامات اللابسينها في فحص دوري وفي أجهزة للكشف الموكر لكل العاملين في المدينة لأنها ده طبع هيئة المجتمعات في كل المدن الجديدة وده واجبنا ولازم أن نحافظ على العمالة قبل ما ندور على الشغل إن شاء الله الزميل محمود جادو الكريم مرسل إكسرا نيوز من محافظة أسوان شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمدخلة وأيضا شكر موصول ضيفك الكريم وكان من قبلك الزميل محمد بهاء معنا من القائرة شكرا جزيلا لكم على هذه التفاصيل